موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي جيت مصر للقائكم مرة أخرى اليوم بذلة واستجابة للطلب أستاذتي وأيضا تعميم للفائدة سأتقاسم معكم طريقة أو إحدى الطرق للكتابة بالكتابة النسخية للغة الفرنسية باستخدام الهاتف فقط وأتمنى منكم تقاسمها مع أصدقائكم لا لشيء لا لتعمى إفادة إذن بالنسبة للطريقة فيجد بسيطة كما ترون معي هذه هي رسالة الأستاذة تطلب مني هل توجد طريقة للكتابة بهذه الكتابة باستخدام الهاتف فقط لأنها لا تملك حاسوبا بطبيعة حال التطبيق الذي تستخدمه يعطيها فقط هذه النوعية من الكتابات كما ترون معي إذن بالنسبة للطريقة فسأريكم طريقتين الطريقة الأولى هي فقط باستخدام هذا الموقع الرابط الموقع ستجدنا أسفل هذا الفيديو كما ترون معي نذهب هنا أسفل هذا الموقع وهنا نكتب الكلمة أو النص المراد تحويله إلى الكتابة النسخية مثلا بغو من هنا سأختار نوع الخط النسخي سأختار بطبيعة هذا الخط أو هذا الشكل على حسب ما أريد سأختار مثلا هذا الخط ثم بعد ذلك من هنا الحجم ومن هنا فقط بالتأثيرات على الخط ومن هنا اللون مثلا ورد هذا اللون ثم كما ترون معي هنا بالأسفل أحصل على النتيجة لحفظها فقط نقر هنا ثم اختيار تلي شارجي من هنا وكما ترون معي توجد العديد من الإعدادات الأخرى أو التأثيرات أو الإضافات إذا أردت طبعا لن أطيل الفيديو بشرحها كاميرا سأكتفي بما هو أهم إذن تلي شارجي النتيجة كما ترون معي إذن بالنسبة للطريقة الثانية فهي فقط بالذهب إلى هذا الموقع رابط الموقع سأترك لكم أيضا أسفل هذا الفيديو إذن هنا بالأسفل سأقوم بتعود هذه الحروف أو الكلمات بما أريد مثلا هنا بمجسكيل وهنا بمجسكيل وهنا بغو طبعا أحتفل ما لا أريد إذن طبعا النتيجة ستظهرونها بالأسفل من هنا يمكنني تحديد عدد الأسطر وأيضا عدد الأعمدة مثلا هنا إذا أردت فقط عمود واحد للسماح تنمت بأعداد كتابة ثم بعد ذلك هنا سأنقر على تلي شارجي وفوما أكاث لتحميل صفحة تلي شارجي إذن نتيجة نهائية كما ترون معي وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقاسموا هذه الطرق مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا أسد الأفاضل والأستاذة الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعمى إفادة وترقبوا عن مقارب بيد الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا